إذا حابب تقوم بإنشاء حساب على منصة كوكوين رح نوضح بهذا الفيديو كيف ممكن تعمل هذا الحساب كيف رح تقوم بتوسيق هذا الحساب على البطاقة الشخصية وهي المنصة بتدعم الأشخاص الموجودين داخل تركيا وخارج تركيا لأنه مثل ما بنعرف أنه توسيق منصة بنانس صار صعب بالنسبة للسوريين داخل تركيا لهيك بإمكانك اعتبار منصة كوكوين كبديل لمنصة بنانس لا تتعرف على طريقة إنشاء حساب على الكوكوين شاهد الفيديو حتى النهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين الكرام حياكم الله أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من خلال هذا الفيديو رح نوضح طريقة إنشاء حساب على منصة الكوكوين كيف ممكن توسق هذا الحساب بالبطاقة الشخصية مثل ما وضحنا بالنسبة للسوريين الموجودين داخل تركيا والحاملين لبطاقة الحماية المؤقتة بإمكانهم إنشاء حساب بدون أي مشاكل من خلال اتباع الخطوات اللي رح نوضح لهم إياها لكن في البداية إذا كنت أول مرة بتشاهد قناة فكرة ومعلومة انزل وعمل اشتراك في القناة لأنه قناتنا دائما في عندها طرق ربح من الانترنت جديدة ومتنوعة ولا تنسى الضغط على زر اللايك رابط هاي المنصة رح تشوفوه في الوصف أسفل الفيديو وإذا قمت بعمل حساب من خلال هذا الرابط رح تربح عمولة وممكن توصل الجائزة إلى 10 دولار بعد الضغط على الرابط رح تفتح معنا هاي الصفحة رح نضغط على الاشتراك حتى نقوم بإنشاء حساب جديد بإمكانك بالبداية اختيار الطريقة المناسبة لألك يعني بإمكانك إنشاء حساب من خلال بريد الإلكتروني أو بإمكانك إنشاء حساب من خلال رقم الهاتف رح اختار التسجيل من خلال رقم الهاتف بعدها رح نختار الدولة اللي نحن مقيمين فيها ورح ندخل رقم الهاتف وبعدها رح نقوم بإنشاء كلمة سر وكلمة السر لازم تحتوي على أرقام وأحرف وأحرف كبيرة وأحرف صغيرة وبعدها رح نضغط على التسجيل رح يوصل رمز تحقق لرقم الهاتف اللي نحن أدخلناه بعد إدخال هذا الرمز رح نضغط على تفعيل الاحساب ورح نحصل على صندوق غامض بداخل هذا الصندوق جوائز وممكن توصل هاي الجائزة لحد الخمسمائة دولار هلأ رح نقوم بإكمال بيانات الاحساب مثل إضافة بريد إلكتروني رح نضغط على هذا الخيار رح تفتح معنا هاي الصفحة رح نضغط على إرسال رمز حتى يوصل الرمز لرقم الهاتف طبعا اللي نحن دخلناه قبل شوي بعد كتابة هذا الرمز رح نضغط على التالي رح تفتح معنا هاي الصفحة وصار بإمكاننا إضافة بريد إلكتروني رح نضغط إرسال رمز ليوصل رمز تحقق للبريد الإلكتروني بعد كتابة هذا الرمز رح نضغط على تفعيل هيك بيكون تم إضافة للبريد الإلكتروني وهلأ رح ننتقل للملف التعريف وبعدها رح نختار التحقق من الهوية حتى نقوم بعملية تحقق وتوسيق هذا الإحساب رح نختار البلد اللي نحن مقيمين فيه تركيا رح تظهر باسم دي كرومي رح نقوم بإدخال البيانات تحت رح نكتب الاسم والسطر اللي بيجامبه رح نكتب الكني ولازم تكون هاي المعلومات مطابقة للمعلومات الموجودة بالبطاقة الشخصية وتحت رح نختار نوع الهوية إذا كانت جواز سفر أو رخصة قيادة أو بطاقة حكومية وتحت رح نكتب رقم الهوية أو التاجين وبعدها رح نضغط على التالي وبعدها رح يطلب منك إدخال صورة البطاقة الشخصية وطبعا لازم ترفق الصورة من الأمام والخلف أولا رح يطلب منك صورة للبطاقة من الأمام وبعد رفاق هاي الصورة رح يطلب منك صورة للبطاقة من الخلف وبعدها رح يطلب منك التقاط صورة للوجه يعني رح يطلب التحقق من وجهك وهيك بيكون أكملنا كل هاي الخطوات رح ننتظر من يوم إلى يومين حتى يتم التحقق من هاي المعلومات وبعد الموافقة على الطلب هيك بيكون تم توسيق حساب كوكوين وصارت المنصة جاهزة معك وبيمكانك البدء بالشغل عليها إذا استفدت من الشرح بتمنى تدعمنا بالضغط على زر اللايك وزا ما كنت مشترك في القناة انزل وعمل اشتراك ليوصلك كل جديد وهيك بيكون وصلنا لنهاية الفيديو إذا في أي استفسار اكتب هذا الشيء في التعليقات ورح نجاوب عليه بأسرع وقت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته